أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الأشقاء الفلسطينيين يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين للمزيد ينضم إلينا من نقابة الصحفيين مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر نعم نحييكم من مقر نقابة الصحفيين الحراق الإعلامي والصحفي يتواصل هنا في مقر نقابة الصحفيين للتضامن مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من عدوان غاشم وخاصة رجال الأعلام والعملين في مجال الصحفة والإعلام في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة نحن نتحدث عن أكثر من 145 يوما متواصل من هذا العدوان تم استداف فيها نحو 130 صحفيا في خضم هذه الأحداث التي تشهدها سواء قطاع غزة أو أيضا الضفة الغربية المحتلة اليوم هنا في مقر نقابة الصحفيين كان يوجد مؤتمر تضامني بحضور نقيب الصحفيين المصريين الأستاذ خالد البلشي والذي تم استضافة في عدد من الصحفيين الفلسطينيين الذين قدموا شهادات حية على هذا الاستهداف الذي يطاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بما يخالف كافة القوانين الدولية التي تجرم هذا الاستهداف لوسائل الإعلام والإعلامين والصحفيين العاملين في مجال الحروب أو لتغطية هذا العدوان وهذه الحروب بالتأكيد اليوم تحدثنا مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين الذين قالوا أن هذا العدوان الذي يخالف كافة الشرائع الدولية وأيضا اتفاقيات جينيف يعني هناك صمت دولي كبير تجاه هذا العدوان وأيضا تحدثت مع الأستاذ خالد البلشي الذي قال نحن اليوم هنا في مقر نقابة الصحفيين نعلن مواصلة دعمنا للأشقاء في فلسطين وخاصة أيضا الصحفيين لمواجهة هذا العدوان الغاشم وأشير أيضا إلى أن الحراق يتوصل في مقر نقابة الصحفيين وعدد من وسائل الإعلام العربية والمصرية لتضامن مع ما يحدث من اعتداء غاشم في فلسطين سواء تجاه المدنيين أو أيضا تجاه الصحفيين والعملين في مجال الإعلام نعم أحمد الحسيني مرسل التفزون المصري شكرا جزيلا لك